السلام عليكم اخوتي اخواتي العزاز فيديو على غير العادة ومشيف الوقت المعتدد ولكن للضرورة احكام والحدث كبير جدا يجبنا ضروري على القولة وبسرعة صراحة تحمس هذا الفيديو ونأخذ رحتي في التعليق قال لك المعندة خيبة والجزائر تتعاند مع المملكة المغربية الشريفة وقال لك تتصدع مع اسبانيا ساعة ما قدش عليه ساعة ضغياز ذات الرأي البيضاء وضغياز تسلمات على غير جود التعاند مع المملكة المغربية الشريفة سمناها الأسبوع قبيلة البلوفينجر فرحان بلادهم قال لك اسبانيا تحت رحمة الجزائر ونرى فد صارف وصلت قطعوا اتفاقية الصداقة والتعاون والخطوة الثانية قال لك قطعوا التعامل التجاري والبنكي ونشروا إعلاميا واحد الوثيقة رسمية بنكية جزائرية كتأكد أنه لن يكون هناك تعاملات بنكية أو تجارية مع اسبانيا وبما أن الجزائر لا يوجد بونك خواص لا يوجد شركة خاصة في البونك فهذه الوثيقة انشرعتها جمعية البونك الوطنية التابعة للدولة الجزائري وحتى الإعلام خرج يروج لقطع العلاقة التجارية البنكية بما فيها وكالة الأنباء الجزائرية أو ما يعرفوا بوكالة الصرف الصحي ومتبعين مايا حيث في الخر ستموت بالضحك على هذه الوكينات وزير خارجية إسبانيا حتى وصرح وقال أنه سوف يرى نقطة القطعة التعاملات البنكية والتجارية مع اسبانيا واليوم لقى شيء مع ذلك مهم ومشاحت الاتحاد الأوروبي في بلجيكا لتكلم عن هذه الخطوات لدارتهم الجزائر من أجل نصرة البوليزاريو ضد اسبانيا المفوضية الأوروبية اعتبرت خطوات الجزائر تجاه اسبانيا بالخطوات المقلقة جدا فبلغ مشارك خرج جوزيف بوريلو نائب رئيس تجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروزكي وقالوا نقوم بتقييم تداعية الإجراءات الجزائرية ولسيما تعليمات الصادرة إلى المؤسسات المالية الجزائرية بوقف المعاملات بين البلدين والتي يبدو أنها تنتهي كاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر وشوفين وصلنا إلى الاتحاد الأوروبي نكمل لكم ولسيما في مجال التجارة والاستثمار وهددوا بأن الاتحاد الأوروبي مساعد لمعارضة أي نوع من الإجراءات القصرية المطبقة ضد أي دولة عضو في الاتحاد مشيرين إلى أن السياسة التجارية هي اختصاص حصري للاتحاد الأوروبي وليس للدول الاتحاد الأوروبي كانت الإسبانيين مماشية بالأمر وهذا المشاكل التجارية مع الدول الأخرى عن الجزائر هو اختصاص الاتحاد الأوروبي كما كانت الرسالة قوية وحازمة بالاتحاد الأوروبي بأن الجزائر ست fåنطف مواجهة كل الاتحاد الأوروبي ليس بالإسبانيا لقد أردتوا التجارة مع دولة عضو في الاتحاد الأوروبي فهم غير دوب الميتل وربما أكثر إذا تردت دوب الميتل جزائر ستأخذ لتسعى وطلب لله يا محسينين ور itís دولة الله يحصل�를 لعوام أجيّكم إنئاتزة مع المغاربة أبلنا يمكن في المغرب والسيد ناصر بو ريطة وسفيرة المغرف في اسبانيا والمغرب نضرب بالمكان الإتحاد الأروبي كامل ودروا علينا حتى قوانين ونتخبوا الش true بسبب المغرب وبسبب المغرب نقاسم حتى الإتحاد الأوروبي على جوج وبنج بنعة إسبانيا صغيرة من داخل الإتحاد الأوروبي هنا جميع الفرق بين ملوك شمال الأفريقية والمغرب وأوباء الشمال الأفريقية الهوكيين للمقادلين على التشحاجة ولكن صراحة رفجأتونا بعد الصور عادي بشر جعتوا النور واتراجعتو مباشرة خرج قللك ممثل جزائر في الاتحاد الأوروبي أو ممثل بيعتة الجزائر في الاتحاد الأوروبي هو يضربها بواحد نكرى وفعلة تاركة ومسح سما بليغة كأن شيئا لم يكن ما بقى لي غير يقول لي هم شاركتوا معنا في كاميرا خفية رأى غير كنا ضحكين وكنبسطوا معاكم ممثل بيعتة الجزائرية في الاتحاد الأوروبي نفى نفيا قاطعا أن بلاده تكون هددات بقطعة التعامل التجارية مع إسبانيا وقال أن هذا شيء ما كان وعلى لك من فيتواش مثلا فعلق عليها أرباريس وزير خارجة إسبانيا البارح وعلى لك من فيتواش فعل الإعلام الإسباني والإعلام ديالكم والإعلام في العالم اذكر هذه الوثيقة البنكية واذكر بأن الجزائر قطعات التعامل التجارية مع إسبانيا أكيد سيقول لك رأى مؤامرة مخزانية حاك ضد الجزائر للإيقاع بها ضد الاتحاد الأوروبي ويقول لهم مدمومات الجزائر أو مدمومات البعثة الجزائر في الاتحاد الأوروبي قال لهم منع التعامل التجارية مع إسبانيا ليس صحيحا وهو موجود في مخيلة وأذهان من يطالب بها فقط وأذهان من سارعها إلى نشرها يعني ضربها بالنكرى فعلة تاركة حتى تحمقتنا معكم ما الذي خرج أصلا خبر قرار منع التعامل التجارية مع إسبانيا يا كنتم في الجزائر وما الذي يحبس سلع إسبانيا منذ شهرين من دخول الجزائر يا كنتم والدوانة لكم وما هذا الصور عادي صافية زيته الرايا البيضاء وستسلمته ومعاقبة إسبانيا ليحزانون وما ستقولون هذا البوصب عن ضباع البلوفينجر من يومين هذه وخارج فرحان بكم وفرحان بلاده يهلل وتروج على أن بلاده عند السيادة وما من يجبكم صافية رجعتم مشاريع هذه السهولة من أول دورة صافية الزيته الرايا البيضاء والزيته وطلقته البلوفينجر مسكين أما واحد الإعلام الإسباني وشبعان ضحك والسيزاء من ردة فعل الجزائر السريعة والتراجع السريع علاقة على علاقة التجارية والبنكية مع إسبانيا والموت للضحك وقدامين تنظر عليهم إعلاميين وعلى بلادهم الغير مفهومة بل ولو تقولوا أن الجزائر تراجعت بسرعة على القرار وطمئنت إسبانيا بخصوص ملف الغاز يعني الممثل الجزائر مشاكي طمئن إسبان على الغاز وخار ما يعرفوش عليه إسبان وبلوفينجر إسبانيا والإعلام ديالك يضحكوا عليكم المغرب والمغاربة يضحكوا عليكم توانسا يضحكوا عليكم الليبيين يضحكوا عليكم اتحاد الأوروبي يضحك عليكم العالم يضحك على أضحك العالم وهي الجزائر من المقدمة للصداع أشدكم تلاحوا بالحساب لا تريد أن أقول شيئا أخرى من أعرف أن أرأسكم لا يمكن أن أعطيكم لماذا تنقذون أنتم من فوقين غير بلاوة وتغييف الشاتكم الإسبانيا مع أول دورة صافيا هو هذا الإعلام الإسباني يقولون لكم بسرعة على الجزائر تراجعت ولعبين عليكم العشراء وتنزعوا عليكم وضحكوا عليكم والشكل كامل قدرتوا وبادلتوا برأسكم ورجدتوا وراتكم الرخاص من أجل بوليزاريو تبادلوا بشعبكم وبلادكم والتي تضحوك للعالم من أجل نصرة البوليزاريو أو صندليستا صراحة لأول مرة كانوا أفق الرأي بخروبة فأشكال لكم في الجزائر لأن هناك أزمة الرجال صادقة وهو كادوب بلو فينجر والله يا بابك لا تفارق معك لا تفكر بلو فينجر فأشياء يقولون إسبانيا تحت رحمة الجزائر جزائر براثة تحت رحمة الجزائر والجزائر براثة تحت رحمة البوليزاريو والجزائر والبوليزاريو بجوجهم تحت رحمة المغاربة من اليوم لا تبقى أن نسمع كابوس بعض الزرق أو بلو فينجر كنت تتحدث عن السيادة السيادة كانت في المغرب فقط أما أنتم عندكم غير الرخص وعندكم الخوف وعندكم أزمة رجال كما قال لكم سيدكم بخروبة لا تستطيع أن تفوتوا حتى 48 ساعة على أزمة مع إسبانيا بلو فينجر تنشوفك شكرا على المتابعة كان معكم حاتم مرابط السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر